بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم أحكام المرأة في الصيام الدرس الحدي عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحياكم الله إلى لقاء جديد في هذا البرنامج الذي نلتقي فيه بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ حياكم الله حياكم الله مبارك لا يزال مستمعي الكرام الحديث موصولا حول ما يتعلق بالحيض والنفاس والحمل وما يتعلق به من أحكام كنا طرحنا جمعا من الأسئلة على فضيلة الشيخ ونواصل اليوم أيضا هذه الأسئلة في هذه المواضيع ونقول مبتدئين بسم الله إذا أحست المرأة فضيلة الشيخ بخروج دم ولم تره قبل الغروب فما حكم صومها في ذلك اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد ذكر بعض العلماء أنها إذا حست بانتقال الحيض وحست في ظهرها بالألم الذي تجده الحائض فإنها تعتبر حائضا ولو لم يخرج منها شيء ولكن القول الثاني وهو الصحيح إن شاء الله أن العبرة بخروجه فإذا خرج ترتبت عليه الأحكام أما ما دام أنه لم يخرج فإنه لا يعتبر وصيامها صحيح إن شاء الله لكن إن قضته من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فهو أحسن إذا انقطع الدم فضل الشيخ وتبين للمرأة الطهر ثم عاودها فجأة ولكن في وقت العادة هل هذا النقال متخلل بين الدمين يعني تؤمر المرأة فيه نعم هذا إن كان الفاصل يسيرا هو لا يؤثر لا عبرة به لا عبرة به أما إن كان الفاصل يبلغ يوم أو يومين فإنها تعتبر في هذه الفترة طاهرة ويكون هذا طهرا متخللا تغتسل وتصلي فيه وتصوم فإذا عاودها الدم بعد ذلك في أيام العادة فإنها تعتبره حيضا وهذا ما يسمى بالحيض الملفق نعم إذا عاودها بعد العادة كأن تكون عادتها سبعة أيام ثم طهرته بعد يومين يعني أو أكثر جاءها ولم يعني أو دم يسير مثل هذا حالة بما تؤمر المرأة تؤمر بأن هذا يعتبر من الحيض لأن عادتها ما كملت هي كملت سبعة أيام إذا ما عادتها بنزول الدم ما كملت نعم بل حصل لها طهر فإذا عاودها دم بعد ذلك وهو يحمل صفات الحيض من نتونة وثخونة وسواد أو إحدى هذه العلامات فإنه يعتبر حيضا متخلفا وأما إذا كان دم يسيرا أو صفرة أو كدرة وهي خارج العادة فهذه لا عبرة بها كما سبق نعم وإذا علمت المرأة عدد أيام عادتها وأنها تأتيها سبعة أيام أو ستة ثم طهرت قبل ما اعتادت عليه هل تعد ذلك الطهران؟ ما في شك حصل النقاء التام العادة كما ذكرنا قد تزيد وقد تنقص قد تتقدم وقد تتأخر نعم وقد تتقطع كل هذه عوارض تحصل للنساء نعم بارك الله فيكم هل يلزم أن يكون الانقطاع للدم لمدة كبيرة حتى تصلي وتصلي؟ كما ذكرنا إذا كان الانقطاع يوم كامل تعده أو أكثر فإنها تعده طهر تغتسل وتصلي فيه فإذا عاد الدم في أيام العادة فإنها تجلسه نعم ماذا إذا ترددت عادة المرأة؟ بمعنى أنها انتهت في آخر شعبان ثم عاودتها في أول رمضان على سبيل المثال هل تعد ذلك حيضا؟ إذا عاودها الدم مثل الدم الحيض المعتاد وعرفت ذلك تعتبره حيضا ولو كان ليس بينه وبين الحيض الأول إلا أيام لأنه قد يتقدم الحيض عن موعده وقد يتأخر يعتبر حيضا على الصحيح نعم لكن من العلم من يقول إن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما نعم والصحيح أنه لا حد لأقل الطهر نعم إذن لو تأخرت عن أول شهر رمضان على سبيل المثال وكانت عادتها كذلك ولم تأتي إلى آخر الشهر أيضا يحكم بهذا نعم مثل الأول نحكم بهذا ما تجلس إلا إذا جاءها الدم الذي هو يحمل إحدى صفات الحيض الثلاث إما الثخونة وإما أمنة وإما السود نعم إذا طهرت النفساء قبل الأربعين في كل هل يعني تؤمر بكل شيء صلاة والصيام حكم وحكم الحيضة إذا طهرت قبل كمال العد أي قبل كمال العادة نعم إذا طهرت النفساء يعني يوما كاملا فأكثر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم فإذا عاودها الدم في أثناء الأربعين فإنها تجلسه وما صامت أو صلت في أيام الطهر المتخلل فهو صحيح نعم ويشمل هذا جمع الزوج وعشرة الزوجة يباح للزوج أنه يجامعها لكن الأفضل يتجنبها خشية أن يعود النفس حتى تتم الأربعين أو الحيض نعم حتى تكمل الأربعين من باب الاحتياط نعم لكن لو عاشرة زوجتها لا لا يحرم عليه ذلك لأن التحريم يثبع وجود النفس نعم حمد إذا ولدت الحامل بعملية قيصرية في نهاية اليوم وقبل الإفطار هل يحسب لها أم عليها نعم حامل وولدت بعملية قيصرية في نهاية يوم من أيام رمضان وكانت صائما هل يحسب لها هذا اليوم أم إذا كان خرج دم من الفرج على إثر ذلك هذا نفس نعم يبطل أما إذا لم يخرج من الفرج دم فإن هذه عملية جراحية نعم لا تؤثر على الصيام كما لو أجر عملية لعضو من أعضائه ونزف دم من العملية هذا لا يضر صيامه صحيح نعم وبالنسبة للحامل إذا خرج منها الماء الذي ينزل قبل الولادة بيوم أو يومين أو أكثر هل يعد بداية النفاس أم لا يعتد به وتصلي وتصوم وتعتبر هذا منه ما رأته الحامل بأمارة ولادة قبل الولادة بيوم ويومين يعتبر من النفاس أما ما رأته أكثر من ذلك فإنه لا يعتبر من النفاس نعم بالنسبة للمستحاضة فضيل الشيخ ما الذي يلزمها ومتى تصوم وتصلي المستحاضة حكمها حكم الطاهرة يلزمها الصلاة ويلزمها الصيام ويلزمها الوضوء عند كل صلاة لأنها صاحبة حدث دايم نعم فتتوضى عندها تستنجي تستنجي وتضع على فرجها شيئا يحفظ التسرب من الدم نعم وثم تتوضى وتصلي في الحال وأما الاغتسال فيكفي الاغتسال الذي كان عند انقطاع العادة المستحاضة لا تغتسل لكل صلاة إلا إن فعلت ذلك من باب الاستحباب فلا بس لكن لم يثبت أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة وإنما الذي ثبت أنها تتوضى لكل صلاة كيف تقدرها إذا كانت لا تذكر أيام عادتها والدم مستمر مستمر معها فإنها ترجع إلى غالب الحيض ستة أيام وسبعة أيام غالب ما تحيض النساء ستة أيام وسبعة أيام فالمستحاضة التي عليها دم مطبق يعني دايم هذه لها أحوال ثلاث الحالة الأولى أن تعرف عادتها فتجلس عادتها ثم إذا أدبر الدم وانقضت عادتها التي كانت تعرفها تغتسل وتصوم وتصلي ولو كان الدم يمشي معها الحالة الثانية إذا لم تعرف عادتها لكن الدم متميز بعضه عليه علامات دم الحيض والبعض الآخر ليس عليه علامات دم الحيض فإنها تجلس الدم المتميز وتعتبره حيضا لها والدم الذي غير متميز ولا يحمل صفات الحيض هذا تعتبره نزيفا تصوم وتصلي فيه الحالة الثالثة ألا تعرف عادتها وليس لها تمييز صالح يعتبر فهذه تتحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر غالب ما تحيض النساء كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نعم تقول هذه أيضا حصص جل وقتي في الشهر لقراءتي وحفظ القرآن الكريم فماذا عن أيام الدورة هل لي أن أقرأ وأمس كتب التفسير والحديث والتوحيد لا بأس بأن تقرأ في كتب التفسير والحديث واللغة لا بأس أن تقرأ ما عدا المصحف فإنها لا تمسه مباشرة وما عدا قراءة القرآن عن ظهر قلب فإنها لا تقرأ وهي حاية حتى تطهر إلا عند الضرورة كما سبق بعض نوع التفسير الميسرة في فضيلة الشيخ يكون المتن فيها القرآن لا تلمس القرآن لا تلمس الآيات ويجوز أن تلمس التفسير لأن هذا لا يعتبر مصحفا وإنما يعتبر تفسيرا نعم أيضا هذه تقول أعلم أطفال القرآن وأحفظهم إياه فإذا جاء وقت الآن ربما احتجت لأن أساعد ابني الصغير في معرفة موضع السورة من القرآن فهل يمس المصحف أو كتابة كلمة من القرآن ليتعلم كيفية نطقها لها أن تمس المصحف من وراء حائل من وراء حائل أو بواسطة مصطرة أو قلم أو نحو ذلك لا تمسه مباشرة نعم بالنسبة لكتابة كلمة من القرآن ليتعلم كيفية نطقها يكتبها له في سبورة أو في ورقة لم أقف فيه على كلام لأهل العلم ولكن الحائل لا تمس القرآن المكتوب لا تمس القرآن المكتوب أما الكتابة فربما يقال إن هذا من وراء حائل لأن القلم يكون حائلا بينها وبين حروف الآية نعم الحمد لله بارك الله فيكم وشكر لكم فضيلة الشيخ أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة حتى نلقاكم في موعد مقبل بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة